اشتركوا في القناة 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 ثانية نبحث مرة أخرى وكر وحش رتبة مرتفع مرتفع رفردين وكر وحش عادي نبحث هنا إذا كان يوجد وكر آخر في هذه المنطقة ويوجد وكر وحش عادي أيضا لأنه مستوى الفحص رجانك لا يصل له هناك لازم نقترب من المنطقة حتى يظهر لنا الوكر حسنا لا يوجد وكر رتبة مرتفعة مرتفع مرتفع أيضا مرتفع حسنا نختار ثانية أسفل بركان تارجا نبحث مرة أخرى سأغير منطقة كلها سأختار أسفل جبل لفينة ثلجي حسنا نبحث هنا إذا كان يوجد أوكر وحوش نادرة وكر وحش مرتفع يوجد وكر نادر هنا حسنا مرتفع عادي حسنا ننذهب للوكر ذو رتبة نادرة ها هو وكر ذو رتبة منخفضة نادرة يوجد وكر آخر هناك لم تستطع استكشافه مرتفع حسنا يوجد وكرين نادرين هنا حسنا ندخل الوكر الأول نتقدم حيث يوجد عش البيضة في الأمام يوجد صندوق هنا نفتح الصندوق حسنا حصلنا على اغطاء الزجاج عدد اثنين نستمر بالتقدم يوجد خيزه أحمر أمامنا نتجنب القتال مع خيزه نستمر بالتقدم ها قد وصلنا أخيرا العش البيضة لا يوجد وحوش هنا لقتالها حسنا ننزل عندها الرجانج نحاول الحصول على بيضة جديدة بيضة ثقيلة نوعا ما حسنا نختار بيضة أخرى بيضة زينجر العادية هذه حسنا نختار بيضة أخرى بيضة كاموس أعتقد حسنا بحسن بيضة أخرى أيضا حسنا هذه بيضة أعتقد أنها قناس الرعدة حسنا نخرج من هنا اختار الخروج بعدها حصلنا على البيضة التي نريدها حسنا نبحث الآن عن الوكر الآخر ها هو الوكر الذهبي الآخر استمر بالتقدم ندخل الوكر وكر الوحش النادر أيضا وكر ذهبي نذهب العش البيضة نحصل على بيضة جديدة حسنا لا يوجد وحوش ننزل عن ظهر رجانج الآن نبحث عن بيضة جديدة نفس البيضة السابقة حسنا نختار بيضة أخرى وهو أيضا بيضة زينجر حسنا نبحث عن بيضة مشعة حسنا نبحث عن بيضة ثقيلة نوعا ما نختار هذا البيضة ونخرج من الوكر نخرج من الوكر الآن بما أننا حصلنا على بيضة جديدة نختار الخروج من الوكر نذهب إلى منطقة ثانية أو نختار مثلا أسفل جبل لفينة مرة أخرى لأنه لا يوجد أوكر نادر الآن حسنا نختار ثانية على حامل الساعة أسفل جبل لفينة الثلجي نعود ثانية ونرى نفحص بيرجانج هل يوجد أوكار جديدة ذهبية نادرة أو أوكار بلورية حسنا نبحث ثانية ذو رتبة مرتفعة مرتفع وكر وحش وكر وحش وكر وحش وكر وحش أيضا حسنا نبحث ثانية ذو رتبة مرتفعة حسنا نبحث عن أوكار نادرة سواء وكر نادر للغاية أو وكر نادر مرتفع عادي لأسف لا يوجد أي وكر ذهبي أو وكر نادر حتى حسنا نبحث ثانية حسنا وكر وحش عادي ذو رتبة مرتفعة ذو رتبة مرتفعة حسنا نختار مرة أخرى ذو رتبة مرتفعة ووكر وحش ذو رتبة مرتفعة نادر حسنا يوجد وكر واحد يوجد أيضا وكر آخر هنا نادر حسنا نذهب إلى الوكر النادر لذو رتبة مرتفعة في الأعلى هناك نتجنب لغنبي أصدقائي نتجنب أي ضوارة أو أي حشرات في طريقنا هنا يوجد زميت وزمتيروس يدد المنطقة عند البحيرة بحيرة لولولاسكا حسنا ندخل الوكر الوكر الذهبي نادر بالعوش البيضة الآن يوجد أمامنا مباشرة عن القناس العادي يوجد هنا فلا لاين صغير نتجنب أيضا حسنا ها هو الوكر أمامنا مباشرة أصدقائي اللي هو العوش عفوا حسنا نتقدم ننزل الآن للحصول على بيضة جديدة بيضة مع أشعة حسنا أعتقد نختار بيضة أخرى لدي مثل هذا البيضة هذا المثل اللي حصلنا عليه قبل قليل نختار بيضة أخرى هذا نفس السابقة نختار بيضة أخرى لا لم يتبق الكثير لدينا من الخيارات وازن طبيعي 100% وزهر لنا وحش أصدقائنا أوروغان زهر لنا أوروغان هل سنقاتل أوروغان؟ لا نستطيع الفرار إذن يجب علينا قلته له حسنا نختار هجم سرعة هو يهجم هجم سرعة أيضا هو حسنا تعادل مع أوروغان الجو بارد لازم ناخد رزاز الساخن حسنا نختار عناصر نختار رزاز الساخن بما أنه يهجم هجم سرعة أصدقائنا نستخدم هجم تقني حسنا نختار هجم التقني هجم مزدوج بيني وبين ريفر تو 795 نقطة رجانج يهجم أيضا 115 من ثانى 35 نهجم هجم تقني مرة أخرى 391 نقطة لصالح لعبة حاسمة 841 نقطة حاسمة من ريفر تو عباءة الطين من باروس 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 هذا ليس رجان عفو نزقنا نقوم اسمية نقطة لصالح رجانج حسنا نستخدم الآن مهارة الركوب ومهارة الاقتران مع رجانج حسنا نختار نيزك الضخم أعتقد نيزك الضخم هي التقنية الخاصة برجانج يشحن نفسه بالكهرباء يكسر سخرة ضخمة جدا من الأرض يلقيها للسماء يقوم بشحنها بالكهرباء ويجعلها مثلا نيزك الملتهب ويسقطها على الأرض وتولد انفجار هائل تأثر باروس 946 نقطة تم إسقاط باروس لأن هجمات حاسمة 738 نقطة لصالح ريفر تو نهجم مجم تقني قوات ضربة الأرض العنيفة من ريفر تو ضربة حاسمة 2602 نقطة تمت هزيمة باروس عمل جيد تمت هزيمة باروس أخيرا نجاحنا 5474 نقطة خبره بعد العناصر من باروس وتصنيف بي قوات ضربة حسنا نأخذ هذا البيضاء ونخرج نعود ثانية إلى منطقة منطقة أسفل بركان تارقة نختار الخريطة الآن نذهب إلى أسفل بركان تارقة نبحث عن وكر نادر أو نادر للغاية حسنا نبحث عن الأوكار يوجد وكر عادي وكر عادة أيضا يوجد وكر ذو رتبة مرتفعة نادر حسنا ندخل الوكر عادي هنا ندخل الوكر العادي هنا تجنب باريو بيليسيوس الأخضر هنا نذهب مباشرة على عش البيضاء حسنا نحن نرى ماذا ياساس ظهر لنا من بيوت جديدة هذه بيضة غلافينيوس العادي ثقيلة فقط نختار بيضة اخرى ايضا ثقيلة بيضة غلافينيوس العادي نختار بيضة اخرى هذا بيضة ثقيلة جدا البيضة اختفى كله لدينا عشر بيضات هذا البيضة الحذية عشر اذا حسنا نخرج من هذا الوكر نذهب الى الوكر الثاني الاخر الوكر للذهب الاخر نصعد الى ذهر رجانج حسنا نوجد وكر ذهبي ايضا لرتبه مرتفعة نادر في هذا المكان في الاعلى هنا ها هو امامنا مباشرة الزقانة ندخل الوكر نذهب العش البيضة تتجنب الليدروم يريدون القتال دائما حسنا نتقدم ها هو عش البيضة امامنا مباشرة الزقانة اقتربنا جدا من مكانه يوجد واحد ايضا منغمس في النوم هنا في هذا المكان حسنا ندخل الان ننزل عندها الرجانج نحاول حصول على بيضة نادرة بيضة ثقيلة جدا بيضة ديفيجو حسنا داية مثل هذه البيضة وهذه بيضة ثقيلة اخرى ها ها حسنا نختار مباشرة unnatural هالذي بيضة باسقيلة 就pack نختار بيضة اور بيدة ديفيجو مرة اخرى حسنا نختار بيضة اخرى مشعة طوّق اضو ديفيجو نختار بيضة اخرى او لا بيدة زنكر العادي والبيضة اختفى كله واستيقظ الوحش اليوم نقاتل الوحش الان ضرب القاضية السريعة نستخدم الضرب القاضية السريعة ونخذع غرايفوس اسود نكتسب 7098 نقطة خبرة وبعض العناصر تصنيف اس حصلنا بيضة زينجر العادية حصلنا نرى صندوق البيض هل لدينا مثل هذه البيضة لدينا بيضة زينجورج جهنمي حسنا لا يوجد بيضة متكررة نخرج من الوكر اختار خروج مما انه حصلنا 12 بيضة جديدة نقوم بتفقيسهم في الحلقة القادمة سعود ثانية لقرية نوتي الان حسنا اصدقائي الى هنا تنتهي حلقة اليوم من لعبة منصران ترسترستو نراكم في الحلقة القادمة الى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة